يمكن لزوار حديقة حيوان في تايلاند المشاركة في اختيار اسم أحدث الوافدين لديها هو مولود لفرس النهر القزم الذي يجتذب الحشود لمشاهدته وولد الصغير في نهاية أكتوبر تشرين الأول في حديقة حيوان في إقليم تشومبوري الذي يبعد نحو ثمانين كيلو مترا إلى الشرق من العاصمة بانكوك والوافد الجديد هو سادس فرس نهر قزم في تلك الحديقة هو بصحة جيدة لكنه بلا اسم حتى الآن وطرح القائمون على رعاية فرس النهر الصغير في الحديقة اسمين من أطباق محلية محبوبة أحدهما هو موتون والآخر كاكي ووضعت الحديقة على صفحتها على فيسبوك دعوة للتصويت على اختيار الاسم حتى العشرين من ديسمبر كانون الأول ووعدت المشاركين بدخول سحب على جائزة مالية أو دخول مجاني للحديقة لمدة عام والموطن الأصلي لفرس النهر القزم هو غابات ومستنقاعات غرب أفريقيا ويصل حجمه في البلوغ إلى نصف فرس النهر العادي ويمكن لزوار الحديقة رؤية الصغير يوميا هو يتناول الخضروات ويستحم مع أمه جونا التي تبلغ من العمر عشرين عاما والتي جذبت الزوار منذ فترة طويلة للحديقة ذاتها وسيعلن الاسم الذي سيحصل على أكبر نسبة من الأصوات في الثامن والعشرين من ديسمبر كانون الأول ترجمة نانسي قنقر